تعالوا نقرأ حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخ المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب مرئم من الشر أن يحقر أخاه المسلم هذا الحديث رضي الله عن الإمام مسلم هو حديث بديع عجيب يتكلم عن مناحي من مناحي الأمن الحياتي كيف إن الإنسان يعيش في مجتمع مليء بالسلام في مجتمع مليء بالمحبة في مجتمع مليء بالتكاتف والتضامن والتكافل المسلم وأخ المسلم يصلح أن يكون عنوان حياة ليه بقى؟ لأن المسلم أخ المسلم حقيقة إنسانية وحقيقة مجتمعية وحقيقة حضارية وحقيقة ثقافية وحقيقة قلبية يعني إيه؟ يعني المسلم أخ المسلم دي حقيقة حقيقة إنسانية لأن الإنسان كل الإنسان جاي من نسل واحد هو نسل آدم فالأصل بتاعنا جميعا كلكم لآدم وآدم من تراب فمعنى المسلم وأخ المسلم تذكروا أصل الخلقة فأنتم جميعا من أبن واحد ومن أم واحدة فده معنى إيه؟ إن لا فضل لأعربيين على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى عشان كده جاء بعد كده في الحديث التقوى ها هنا فهذا الحديث مش فقط ينبه على السواسية الإنسانية مهم أول كلام عن السواسية الإنسانية لكن كمان بيتكلم عن الأخوة الإنسانية شيء مهم جدا إن نحن نتكلم عن الأخوة الإنسانية الأخوة الإنسانية معاني ضخمة معاني واسعة لا تقتصر فقط على السواسية السواسية معنى من معاني الأخوة الإنسانية لكن مهم جدا 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 إن احنا بنتكلم آه عن السواسية الإنسانية لكن كمان لازم نتكلم على حاجة مهمة جدا على إن الأخوة معناها كمان التعاون الإنساني معناها كمان اللحمة الإنسانية التي يجب أن نحافظ عليها لأن المسلم أخو المسلم تشعرك بأنهم بينهم مشترك كبير بينهم مشترك لا يفك المسلم أخو المسلم مشترك لا يتحلل مشترك ممكن تجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وده معناه إيه أن بين الاتنين لحمة لن تفك هذه اللحمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى دايما أقول كما قال الله سبحانه وتعالى جعل لحمة النسب جعل لحمة الدين ولحمة الإنسانية لأنهم جميعا من خلق الله فلما نشوف الحديث ونرجع تاني للحديث ونشوف للحديث المسلم أخو المسلم ترجمة نانسي قنقر